موسيقى مجزو الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم أفادت مصادر صحفية عن مقتل ضابط في الجيش السوداني برتبة رائد بجانب ثلاثة جنود بهجوم مسلح على يد ميليشيات إثيوبية مسلحة مدعومة بعناصر من شرطة إقليم الأمهرة ونقلت صحيفة باج نيوز عن مصدر موثوق قوله إن قوة من الجيش السوداني كانت في طريقها إلى جبل أبو طيور حيث تتمركز قوات من الجيش السوداني التي تحرس الحدود هناك وضلت طريقها للمعسكر فوقعت في كمين لميليشيا إثيوبية مسلحة ما أدى إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود خلال اشتباكات على الحدود الشرقية لمحلية الجريشا بولاية القضارف طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية انقلاب الإنقاذ في قرار قاضي المحكمة الخاص برفضه شطبة دعوة لتقادم الفعل لاستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلة وحدد القاضي جلسة المحكمة المقبلة التي قرر أن تكون في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري لاستلام طلب هيئة الدفاع الخاص بقراره بعدم شطب الدعوة بالتقادم وطلب هيئة الاتهام باستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلة من الهيئة واعترض عدد من محامي هيئة الدفاع على قرار المحكمة بعد رفع الجلسة وصف المحامي عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق القرار بالسياسي داعيا لمناهضته والعمل على إسقاط هذه الحكومة التي أثرت على الأجهزة العدلية قال الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بأن أزمة شحي وتجدد صفوف الوقود على محطات الوقود بصورة واضحة أشبه بالمرض المزمن وأرجع ذلك إلى عجز إداري كامل وانتقد عصام في تصريحات صحفية سياسات حكومة الفترة الانتقالية الرامية نحو استمرار زيادة أسعار الوقود لافتا إلى أن عدم إعلان الزيادات في أسعار الوقود مؤخرا بسبب زيادة التعتيم وأن الإجراءات الإدارية العقيمة للحكومة أدخلت الوقود والقمح في سوق أسود رسمي مما يؤكد العجز الإداري لهذه الحكومة أقدمت ولاية الخرطوم على حل المجلس الأعلى للأمن الغذائي والتغذية بالخرطوم وإعفاء أمينه العام وأصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا بإعفاء محمد زين بابكر من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الغذائي والتغذية ولاية الخرطوم نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة